شكراً لك سيد ونتوقف أيضاً سريعاً مع عمر حسن ليعرف المشاهدون كيفية المشاركة في البرنامج والقضية المتروحة للنقاش في هذه الساعة عمر تفضل شكراً لك زين وترحب متجدد بكل متابع البرنامج مصر الليلة وكل من يشاركنا عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر تماماً كما تظهر على الشاشة أمامكم وبالتأكيد نجدد الدعوة للتواصل معنا عبر صوت والصورة من خلال موقع الجزيرة مباشر مصر ونذكر وندعوكم أيضاً للمشاركة في الساعة التالية من البرنامج التي نناقش فيها القسم الثاني من حوار السيسي التلفزيوني كيف تبعتموه وكيف كانت أراءكم تابعونا وشاركونا على مواقعنا وأيضاً عبر هاشتاج مصر الليلة ليك زين شكراً جزيلاً عمر السيسي إذن طالب المواطن بتقطيع الرغيف أربع ترباع والقيام بمسؤولياته وتوفير رغيف عيش من كل أسرة من أجل مصر أكد أن توفير ألف عربية وثلاثة من الشباب للعمل على كل عربية طريقة فعالة للحد من أزمة البطالة يرى أن استخدام المصابيح الموفرة يحل أزمة الطاقة في مصر وينهي مأساة الظلام الذي تغرق في مصر حالياً أعلن رفضه رقابة البرلمان على الجيش بدعوة أنه مؤسسة عظيمة تجب أن تكون قدوة لباقي المؤسسات أكد أنه أخبر مسؤولاً أمريكياً في مارس 2013 أن الوقت انتهى بينما يعلن مراراً وتكراراً أنه لم ينقلب وأنه لو وافق مرسي على الاستفتاء على بقائه مقام بعزله أكد أن أمريكا تعلم جيداً أنه صادق ومباشر ووطني والأنسب لأن يكون رئيساً وهم يوافقون على ذلك وفي النهاية يرى مؤيدو أنه مستقل لا يخضع لأحد هذه خطوط عريضة لأبرز ما يدور في عقل المشير وبرنامج الانتخابي الذي سيتعامل به مع مشكلات وأزمات مصر المستعصية حوار كشف الكثير والكثير من عقلية القادم لدخول قصر للتحادية يرى كثيرون أنه انتقص من شعبيته ولا يحقق أهداف ثورة يناير بينما يؤكد مؤيدو أن السيسي سيكون رئيسهم القادم ولو كره الثائرون قبل حتى أن يبدأ القسم التالي من الحوار الصور مرفوعة والهتاف معد مسبقاً السيسي رئيسي يبدأ الحوار بالموسيقى الملحمية والستوديو المعد للترحاب بالرئيس وكلمة سعدتك التي لم تفارق شفاه المحاورين في حوار يفترض أن يكون استجوابياً لا دعائياً يخاطب السيسي فقراء المصريين الذين يشكلون الأغلبية أجب لكم منين فماذا انسحقهم الاحتياج وخرجوا للمطالبة بعيش كريم ولقمة هنية يهدد السيسي مش هقولك حامل معك إذن لا تنتظروا تحسناً قريباً فالرجل مش قادر يديك ليس هذا في حسب لكنه حياخد منك كمان فماذا إن قرر المواطن العمل في مؤسسات وطنه فهل يكون التعيين بالكفاءة أم بالواسطة؟ بصراحة هل كان تعيين الفريق محمود حجازي رئيساً للأركان وهو نسيب المشير السيسي هل كان تعيينه هو تعيين لأهل الثقة في أماكن مهمة قبل رحيل السيسي عن الجيش؟ أعرض عليك الرد صعب قوي تفضل الجيش كله أهل الثقة تبدو الإجابات مستفزة للمحاور فيبادر بلحظة استئساد نادرة ألن تخضع مؤسسة الجيش للمحاسبة؟ يصمت المرشح ويستمر المواطن في المتابعة بابتسامة متصلبة أما عن الانقلاب العسكري فأصبح من نافلة الحديث الإقرار بكونه معداً بعد شهرين فقط من تعيينه من قبل من انقلب عليه أعتقد أننا كان لك موقف لا، دا كان التخدير واضح طب ما برضو 30 دانا توقعتها هيا ننطلهم خلاص يتحول المحاور للشأن الخارجي ماذا عن صفقة السلاح المزعومة مع روسيا؟ صفقة السلاحة أخبرها إيه فن؟ صفقة السلاح مع روسيا بالمناسبة دا سؤال مهم يتهرب مرة طب دا خلينا نسأل حضرتك عن دا برضو صفقة السلاحة أخبرها إيه سلاح إيه والثانية ويصمت في الثالثة وصفقة السلاحة طيب إذا انتقلنا إلى ماذا عن حدودنا؟ كيف تنظر مصر لإسرائيل؟ مصر دولة عريقة في سياستها وفي تاريخها واحترمنا للمواصيق والمعاهدات الدولية أمر يعبر أو يعكس عراقة هذه الدولة وهل ستعامل مصر قوى المقاومة الفلسطينية بمثل الاحترام؟ مرة أخرى الصمت جواب الرجل في وقت تنتظر مصر سماع جوابه لا يهم فكثيرون اشتروا سمك الرجل قبل أن تكذب المياه واتطاصها كل صمت صمت دا شافيه كان بيقول إيه يعني على أي الأحوال أرحب بضيفي فيه السوديو الكاتب الصحفي سليم عزوز لمناقشة هذا الموضوع موضوعيا ألم يستطع السيسي بالأمس وأول أمس أن يحافظ على جمهوره جمهوره اللي هو عايز اللي هو خايف عشان هو خوفه اللي هو عايز الأمن والأمان وعايز الضكر وعايز مش عارف إيه وعايز الدولة ترجع تاني وينسى حالة الصورة لأنه هو حاسس جمهوره أنه هو الصورة دي خاربة بيت المصري شوف أنا شايف أنه دي خيبة الأمل راكبة جمل اللي كنا طول الوقت يعني خيبة الأمل راكبة جمل أحنا دلوقتي أمام خيبة الأمل راكبة جمل خيبة الأمل راكبة جمل ده بتفكرني بالضبط بالحوارات اللي كان بيعملها أحمد حلمي على ماعتقد مع الأطفال اللي هو كان يقعد يسأله يقوله يعني ما معنى العلمانية فيرد عليه الطفل يقول له ماما جابت لكورة فروح تراميت الكورة وجابت لأخي الكبير كورة أحسن منها فيقول له يعني وما رأيك في الليبرالية يقول له لما رح ترامي يعني حاجات حوارات على هذا على هذا النحو يعني يسأل أسئلة فلا يجيب ولا على أي سؤال ولا توجد أسئلة في الأساس تستحق حتى إنها تستوقفك يعني هناك عشرمائة سؤال كان يمكن أن تطرح على عفتاح السيسي لكن كان واضحا إنه لميس الحديد وبرهيم عيسى كانوا يقوم بدور حملة العلاقات العامة وليس بحوار صحفي ولا حوار تلفزيوني لكن بعيدا عن المضموع الصورة التي قدمها السيسي بالأمس إنه راجل جاي خلص فيش ثورة تاني فيش تزاور تاني فيش إخوان تاني الأمن القانون اللي مش هي هو قال حتى اللومد الجباري يعملها إجباري اللومد الموفر إنه هو الدولة هتشتغل زي دولة الاتحاد الاشتراكي اللي هي بتعمل كل حاجة عظيم جدا لك أنا ما فهمتش منه إنه هو ممكن يشتغل على طريق الدولة الاتحاد الاشتراكي أنا فهمت منه إنه هو طوال الوقت يتحدث بأي كلام يتحدث بالشيء ونقيضه يتحدث على إنه أمريكا قالت له في وهو رفض الخضوة لأمريكا وثم يتضح إنه هو على علاقة بأمريكا من مارس وإنه قال لها الموضوع انتهى مبكرا هو يعني في نهاية الأمر أنت أنا رأيي أنه خسر كثيرا بهذا الكلام وأنه لم ينجح في أن يقدم خسر مين؟ خسر جزءا مهما من الفصيل المؤمنين يعني عندك جزء الناس اللي هم بيستقبلوا كل أعماله بعمليات الرقصة أعتقد هؤلاء في حرج أيضا يعني أعتقد أن الذين يتعاملون معه على طريقة إعجابهم ببلوفر أحمد شفي في مجموعة يعني المجموعة دين دخلت إلى الإعجاب بالعفتاح السيسي أعتقد أنها أيضا يعني جعل هؤلاء في ورطة حقيقية ورطة حقيقية أنه هذا هو الذي هذا الذي كانوا يتحدثون عنه أنه رجل قوي وأنه ممثل الجيش المصري الذي يستطيع أن يردع ثم أن الحديث على الأمن وهو كان بيحكم بقاله 8 شهور لم ينجح لا في تحقيق الأمن ولا في وقف السورة ولا في منع أي شيء أو في تحقيق حتى الاستقرار الاقتصادي هو الآن لا يوجد لديه أي برنامج من أي نوع أنا نتكلم عنه من الجانب الاقتصادي بعدين لكن معنا أيضا عبر الأخمار الصناعية من واشنطن الدكتور خليل العناني والسادة العلوم السيسية بجامعة جون هوبكنز دكتور خليل أهل وسهلا بك تقييم سريع لأداء عبدالفتاح السيسي في الأربع ساعات الماضيات الماضيات يعني فحواره المكوى من جزئين يعني أنا مقدر أبوك نلخصه في 3 أربع كلمات أنه رجل ضح المعرفة معدوم الرؤية مهووس بذاته وتفكيك هذه المقولة أنه أولا الرجل كان يخاطب جمهور بعينه شريحة من المكتبع المصري دعمته منذ 3 من يوليوه حتى الآن لم يكن مكترثا بأن يزيد عدد مؤيديه بالعكس أتصور أنه خسر جزء من أولئك الذين كانوا يترجحون ما بين دعمه وما بين دعم حبدالين صباحي أو عدم دعم أي مرشح رئاسي الأمر الثاني الرجل جاء بعقلية كذا ما تفضلت حضرتك عقلية أمنية بحتة لا يتوجد أي رؤية سياسية حققية للأوضاع سواء كان داخل مصر أو خارجها يتحدث بنفس لغة رجل المخابرات وليس رجل الدولة ورجل السياسة الأمر الثاني أنه لم يطرح أي رؤية واقعية أو أي رؤية تفصيلية لحل مشاكل الاقتصادية والاجتماعية والليها بالأساس بالفعل كتيها ساب الرئيس للصورة المصرية أو للانتفاضة المصرية التي حدثت قبل ثلاث سنوات الرجل فعلا خالي الوفاد لسا لديه أي برنامج ملموس تستطيع أن تمسك به وتناقشه فيه بجدية بصراحة يعني الحوار بتاعه بصراحة مثير للشفقة لأنه شخص فاضي لكن هو حرص بالأمس يعني فيه فرق بين المحتوى وبين الرسائل هو ألا ترى أنه نجح بالأمس في توصيل الرسائل التي كان يريد أن يوصلها وهو أنه سيكون حازما صارما وسيدير البلد بيد من حديد ولن يسمح بحالة الثورة التي وصفها في تسريبات قبل ذلك بأن سبب تفسخ نسيج المجتمع المصري لن يسمح لها أن تستمر وعلى هذه الأجندة قد يكون له مؤيدون كثيرون ملوا أيضا وضجوا وتعبوا من حالة الثورة المستمرة منذ ثلاث سنوات طبعا بلا شك هو يعني بالأمس وأول أمس وجه رسالتين مهمين الرسالة الأولى وجهها للخارج الذي يدعمها أو الخارج الإقليمي خاصة الخارج الخليجي بأنه ليس هناك مكال جامعة الإخوة المسلمين لأن السياسي في النهاية مشروعيته تستمد من قدرته أو نجاحه في إقصاء الإخوة المسلمين وفي إخراجهم من السلطة وهذا مشروع جزء من مشروع الإقليم الجديد بأنه مكافحة الإسلام السياسي باعتباره يمثل تهديدا رئيسيا للدول وأنظمة الخليج الأمر الثاني أنه يستطيع أن يأتي بالأمن في الداخل وهذا بصراحة يعني مجرد شعار لأنه في النهاية الأمن لن يأتي من خلال استخدام القمع والقتل والاعتقال سيأتي من خلال حوار سياسي أو حل سياسي قد يأدي إلى ورود الاستثمارات وإلى الزهار الاقتصادي والحال بشكل اقتصادي واجتماعي أتفق من حضرتك أنه فيه جزء من الذي يدعمون السيسي يتحدثون أو يرغبون في نوع من القبضة الأمنية القوية لكنه في النهاية لابد أن يقدم بلاد الأخرى نوع من الأداء الاقتصادي الذي قد يستطيع أن يشبع كثير من المصريين الذين يعيشون أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية في النهاية قد ينجح السيسي حتى فترة معينة وليكن ست سبع شهور بعد تولير رئاسة في إظهار نفسه باعتبار الرجل قوي لكن في النهاية لابد أن يعمل كما يقولون بالجزاء أو يقدم حلول لمشاكل متراكمة بصرح أنا شايف أن الرئاسة في مصر هي عبارة عن محرقة لأي شخصية للسلطة لكن الرئاسة هي محرقة إذا لم تكن الترتيبة بتاعت الرئاسة مظبوطة يعني ترتيبة الرئيس مرسي هي ترتيبة ما كانتش مظبوطة لأنه ده قادم جديد إلى جسد الدولة الدولة العميقة لا يستطيع أن يتعامل معها ليس له سند في هذه الدولة لكن هذا رجل يحظى بتأييد هذه الدولة بكل أجهزاتها فالترتيبة داخل مصر ترتيبة هي هو مظبطة الترتيبة خارج مصر هو يحظى بدعم الدول الخليجية الكبرى ويريد وسيحصل منهم على دعم كما قال ويحظى بدعم إسرائيل ويحظى بدعم أمريكا وروسيا والغرب والاتحاد الأوروبي وربما الاتحاد الأفريقي بعد ذلك فالترتيبة بتاعت الرئيس الناجح موجودة ولا إيه لا معتقدش بصراحة فين وطنين مهمين جدا لابد نحن بص عليهم نقطة الأولنية موضوع ترتيبة الدولة الداخلية أنا شايف أن ما يجمع السيسي مع مؤيديه هو الخلق نوع من العدو الداخلي أكتر منه مصالح مشتركة بمعنى صح أنه هناك قدر ما من التناقض في المصالح بمعنى آخر أن السيسي جاء على أجندة أنه قد يحارب الفساد أو قد يمنع عودة للمروز المبارك مرة أخرى لأنه استرعى أن يقوم بذلك لأنه جزء رئيس من داعمي هم محسوبين بشكل أبخر على نظام مبارك أو منتميين لمنظمة الفساد التي كانت موجودة في عهد مبارك هذه واحدة الأمر الثاني المتعلق بالدعم الخارجي الدعم الخارجي فيه منه نوعين نوع دعم اقتصادي ومالي واضح جدا جاي من بعض الخليج والدعم الثاني دعم السياسي وهذا هو الأهم الذي يعطيه الاعتراف الدولي أنا أتصور أنه في النهاية الغرب سوف يضع مسافة بينه وبين رسيسي لأنه الغرب مدرك تماما أنه ليس هناك عملية السياسية حقيقية في مصر طبعا الغرب منشغل بموضوع الاستقرار أكثر ما يشوق من شيء آخر لكنه في النهاية الاستقرار القائم على عدم موجود حريات وعدم موجود حقوق وعدم موجود مصالحة سياسية هو استقرار هاش قد ينهار في أي لحظة طيب أرجو أن تبقى معي دكتور خيلي عناني أعود لضيفي فيها للستوديو الأستاذ السليم عزوز أنا عايز بس أرى لك شوية مقتطفات في تصوره إزاي هيدير البلد بعيدا عن الجانب الاقتصادي لن يكون هناك شيء اسمه الجماعة الإخوان المسلمين حال فوزي بالرئاسة لم ينطق كلمة واحدة عن نياته في العفو عن ألاف المعتقلين داخل السجون وصف من يعارض قانون التظاهر بأنه يرغب في تخريب الوطن قال إن الدستور يفرد على الجميع يفرد على جميع حظر الأحزاب على أساس ديني وليس لديه فواتير ويسددها لأحد حينما سؤال عن حزب النور يعني حزب النور مع السلامة طالب بتوقيع حدوث تجاوزات من الأجهزة الأمنية في ظل أوضاع الأمنية الحالية يعني مش مشكلة زي ما قال في التسريب إن لو زابط قتل أو خرب عين متظاهر ما تتوقعوش إن أنا حاكم الزابط نفس الكلام ده أكد عليه من غير التسريب قال إنه الشاطر حدثني عن مقاتلين سيئتون إلى مصر وأجابته أشيلهم من على واجه الأرض يعني هو يتحدث عن غائب وقادر غائب لا يستطيع أن يرد عليه قال إن الأمريكان من مارس 2013 قبل انقلاب العسكرية بثلاث شهور قال له من الوقت انتهى وقال إن الأمريكان عارفين إن أنا صادق ومباشر ويرون أني المناسب أنا أكون رئيسا نحن عايزين نشوف بس مسألة الأمريكان يرونه دي يكون رئيسا نشوفها مع الدكتور الخليل لكن فيما يتعلق بهذه الطريقة التي سيدير بها الداخل اللي هو الغاء الآخر تماما المعارض له لن يكون له وجود اللي بيعملوا أجهزة الأمن دلوقتي ستظل تعملوا في رئاسته وربما أكثر لن يكون هناك وجود للإخوان أنا مش عارف ده يعني تفسيرك أنت لها يعني هو كلهم هو طبعا يعني هو أخذ شغلة الإخوان دي مؤولة يعني عملية استقصال جماعة الإخوان المسلمين هو أخذها مؤولة وبعض الدول دفع فواتير هذه العملية مالا يعني ودعما ومساندة وما إلى ذلك لكن في نهاية الأمر احنا لنا أن نعلم أنه يعني الإخوان المسلمين تنظيم موجود من سنة الثمانية وعشرين وإلى الآن بيجري دائما عملية قصف مدفعه وقصف صاروخه تجاهه من قبل كل الأنظمة التي مرت في تاريخ مصر ومع ذلك ظلت جماعة الإخوان المسلمين لكن ما كانش فيه إرادة إبادة أو إقصاء تام للإخوان من المشهد لا أيام السرات ولا أيام حسن مبارك كان موجودا أيام عبد الناصر ومع ذلك فشلت كل هذه وكان الإخوان ليسوا بهذه القوة ولم يكن المجتمع المصري ربما معهم بهذا الطريق الموجودة الآن ومع ذلك فشل عبد الناصر لكن الواقوية ده أسان عبد القدوس قال كيف أشتم رجلا إذا عطسة مش عارف تابعوا له في اسكندرية وشميتوا من في أسوار يعني كان لهم موجود قوي لكن ليس والوجود القوي المؤثر الآن يعني كانت جماعة الإخوان المسلمين ربما لا تمارس بالسياسة بالشكل الذي هي عليه الآن ربما لم يكن لديها الامتدادات الموجودة في كل ربوع مطر الآن ربما لم يكن لديها شريحة التعاطف يعني حتى البناء خضى الانتخابات في الإسماعيلية قبل ذلك وثقت يعني الإخوان المسلمين في الانتخابات القبل الماضية مش عارف انتخابات اللي فاتت كان الوضع إنما حتى في عهد مبارك نجح له ثلاثة في دائرة الإسماعيلية ذات الدائرة التي ثقط فيها الإمام حتى البناء الوضع مختلف الآن والسيسي الآن يحلم يعني يحلم بفكرة إبادة جماعة الإخوان المسلمين وهو قد مارس كل صنوف الإبادة لكنه فشل لكن في نقطة مهمة جدا فيما يقص بوضوع خير الشاطر خير الشاطر هو قال إنه خير الشاطر جالي جاله يعني ما قبله في ودارة الدفاع ودارة الدفاع دي مش أهود بعرة هو من المعنى أنه الأصل في الأشياء أن تكون هناك تسجيلات لمشل هذه الحوارات يعني زي التسجيلات المستجلوا هالو مع خلد مشهر بالضبط يعني إذا كان الأمر هناك يعني كان هناك اللقاء قد تم بالفعل عليها أن يظهر أمام الرأي العام أن ماذا قال له خير الشاطر على الواجهة التحديد ألا أن هذا لم يحدث أسرة خير الشاطر تطلع بيان النهاردة بتقول فيه أنه يعني إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين كانت تتعرض لاعتداءات يعني في أيام حكم الرئيس محمد مرسي وأن خير الشاطر نفسه يتعرض إلى اعتداءات وما إلى ذلك ولم تستطع جماعة الإخوان المسلمين أنها تحمي مثلا قصر التحديد على سبيل المثال أو أن تحمي مقر جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال فكيف يمكن لهذا التهديد أن يكون له وجود حقيقي على النحو الذي يتكره وقال أنه عمله كده بالمسدس عمله إيده كمسدس يعني أحنا طول الوقت نسمع من الراجب يقول ونقيضه يتكلم على أنه محدش يعني صاحب قرار في مصر وهو عندما يتحدث الآن على أنه قال للأمريكان الوضع انتهى أنت هنا أمام رجل يعترف أنه مرسى حضية التخبر يعني عندما تنقل أمر بلدك وتتحدث بشأنه لدى أي جهة أجنبية أو دولة أجنبية أو منظمة أجنبية أنت هنا يعني ينبغي أن تقدم للمحاكمة بتهم التخبر تخبر الحقيقي وليس التخبر هو تقديره للموقف أنه مرسي انتهى سياسيا انتهى سياسيا في مرسي وبيبلغ دولة أجنبية هو ما بلغش دولة أجنبية بهذا هو بلغ دولة وهنا حضرتها خلي بالك من نقطة مهمة جدا يعني هنا واخد موقف من قبل 30 يونيو يعني هي القصة مش القصة أن الشعب دعاني لبيته يعني هو القصة أن هناك قرارا نتخذه يعني مبكرا وهذا القرار الذي اتخذه مبكرا نتخذه بعد ثلاث شهور من هذا الكلام الذي نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية معنى عائشة خيرة الشاطر نجلة المهندسة خيرة الشاطر المحبوس حاليا والذي تحدث عنه المشير السيسي أو أشار إلى أنه أحد قياداته ولعله كان يقصد المهندسة خيرة الشاطر دعاني خيرة الشاطر دعاني خيرة الشاطر أنا ما سمعتش الحقيقة الحيطة دي ستعود إلينا بعد قليل عائشة الشاطر للرد على اتهام الشاطر بأنه هدد السيسي بالقتل بمسدس كده والتاني قال له ولا همني وقال له هاجب لك مقاتلين من خارج البلاد والتاني قال له هشيله من على وش شرق نشوف كمان مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقهم على ما شاهدوه من الحوار حتى الآن مع الزميل عمر حسن شكراً زمين في الواقع أن هاشتاج السيسي ما يزال متصدر الأشتاجات الأكثر تدوراً على تويتر يليه هاشتاج تحيا مصر ثم الهاشتاج الساخر أم ولعلك أم ركب لك لمبة بالتحديد أم ركب لك لمبة على هذا المنوال أيضاً جاء تعليق حسن جمال الذي يقول بيتكلم على اللمبة طب بالنسبة للسخان والنجفة والمروحة والتكيف والغسالة والتلفزيون في منهم موفرين للطاقة برضو وبيكلم ناس جاية من كوكب المريخ ولا إيه نفس السخرية من الحل الاقتصادية متحة ردوان يقول أظن أن الحوار جاء مفيد لأقصى درجة لمؤيد الشرعية وأثبت السيسي بي ما لا يدع مجالاً لشك أن الإنقلاب لا يبني الأوطن والدليل ما فيش ما عنديش ما أقدرش وبكرة تشوفه يا مصر التدوين التالي يا منسيف يقول رؤيته السياسية ما فيش إخوان ما فيش حزب النور ما فيش ما فيش أما رؤيته الاقتصادية ما فيش كهربا ما فيش بنزين ما فيش ما فيش أكتر كلمة هتسمعوها في التعليقات كلمة ما فيش هاجر تقول ده مشروع حكم من طرف واحد اللي هيتكلم هنطبق عليه القانون والاقتصاد قائم على الشحاتة على المستوى المحلي والدولي وهو قالها لازم الدنيا كلها تتفرج علينا على تويتر نذهب سريعا ما أحمد يقول كان نفسي أشوف الحوار ده من غير منتاج مهم جدا أن الناس تفهم يعني إيه منتاج وتقطيعات سيد يقول ولا يملك رؤية بل يملك خدعة وكذبة وسهوكة التدوين التالي أيضا على تويتر بتقول سمك لبن تمر همدي على تعليقا على اللقاء يا ناس بتقول واحد بيقول لك ما فيش عايزي بقى عند رؤية اقتصادية أما التدوين التالي من مهيدي يقول السيسي فكر صح لحل الأزمة الاقتصادية لكل مصريين يشتغلوا في الخارج ويتبرعوا بالدولارات للجيش والشرطة والقضاء علشان مصر تعيش بالتأكيد هناك تدوينات أكثر على موقعنا زين شكرا نزيل لك عمرو حسن وتنضم لنا عبر الهاتف أيضا من القاهرة عائشة خيارة الشاطر نجلة المهندس خيارة الشاطر سيدة عائشة أهلا وسهلا بكي تحدث بالأمس السيسي عن المهندس خيارة وقال أنه هدده بمقاتلين من خارج مصر وقال له هيشيله من على وش الأرض وأنه أشار إليه بسباباته على هيئة المسدس وكأنه يهدده بالقتل إيه تعليقكم أنتو كأسرة المهندس خيارة الشاطر على هذه الاتهامات من جانب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بسم الله الرحيم يعني بداية برحب هيك أستاذ دين هو طبعاً يعني حضرتك إحنا تعليق إحنا أعتدنا على التشويق والإصراع على خيرة الشاطر لشخص تحديداً أكثر من أي شخص يعني لكن طبعاً هي كل الكلام ده الحمد لله مع ردود أولاً لو أي حد يتابع بدينات منشورة أو موجودة على المهندس خيارة الشاطر يجب أنه ليس منعطوا الإشارة أجاباً بالإصبع ولا من إعتياد استخدام الحركة دي السيسي قبل كده اتكلم عن الدكتور السليم العوة واتكلم عن الشريف الحويني واتكلم عن الدكتور الشام أندير والثلاثة كذبوا كلامه وطلعوا بيان ردوا فيه أن هم بيكاتبوا الكلام اللي هو بيقوله طبعاً النهار ده يتكلم عن خيرة الشاطر لعلمه بأنه في السجن ومشيعرف يرد على الإفتراق بتاعه إحنا بنصعل بأنه هو في خيرة الشاطر حقه في الرد على الهواء مباشرة على هذه الإفتراقات وهو كل يوم ينزل محكمة أو جنسة في الجلسات والاكهامات اللي هو محفوظ على الأضايا كثير فيها النهار ده يتكلم عن خيرة الشاطر وقت اعتقال خيرة الشاطر من بيت وفي المنشيات دي وقت لحماية جامعة الإخوان المسلمين سواء الآن من كسر ما بيحدث لها أو وقت ما كانت تتعرض لحماية الدكتور مرثي نفسه ونظام الإخوان لما حكم لما أصر الاتحادية كانوا بيبطحنوا وكانوا بالتقامر من الداخلية ومن الجيش نفسه وكانوا اعتمد من الشيات دي اللي هدت بيها أو فينها في أي وقت يعني ما ظهرتش في أي طور وفي أي مرحلة سواء في الحكم أو في عدم الحكم بتاع الإخوان فقلنا افتراءاته أكاذيب من السيسي يعني إحنا اعتدنا عليها وهو الأسف يعني لما بيكون حد نفلت وليس له أي عدلة بيتهم الآخرين بالباطل شكرا جزيلا لك عيشة خيرة الشاطر شكرا جزيلا لك عيشة خيرة الشاطر نفت ما ذكر المرشح عب فتاح السيسي من أن الشاطر هدده حينما كان وزيرا للدفاع وأشار إليه بالسبابة على هيئة المسدس وقال لو سيكون هناك مقاتلون من الخارج سيأتون لمقاتلاتكم أسرة الشاطر نفت ذلك وعيشة خيرة الشاطر نفت ذلك أعود مرة أخرى إلى ما قاله الفريق المشير السيسي بالأمس إحنا كنا نكلم أستاذ سليم على أنه أرؤيته أنه هو سيكون سيحكم مصر بدون تقريباً بدون معارضة سياسية بدون الإخوان المسلمين بدون أحد هو يحكم مصر بدون أحد هاي قدر بقى؟ إدر دايما كان إدر يعني هو يعني هو أساتم مش جاية خوض أول تجربة له بس عبد النصر إدر؟ لا عبد النصر يعني بنصر كانت أجواء مختلفة وكان رجل عنده مشروع وده أساتم عندهش غير مشروع دلوقتي اللمض الموفرة يعني عبد الناصر كان رجل عنده مشروع عنده أضياء وعنده مش عارف خضية مواجهة الهيمنة الأمريكية وإسرائيل وحشد المجتمع كله في سياق هذا الأمر لكن أنت الآن أمام واحد عنده مشروع بتاعه مشروع اللمض الموفرة اللي احنا يعرفه مع عشر سنين وأنا أول مرة كتشف أنه ده اختراع يعني هو بيتعامل معها باعتباره اختراع عظيم جدا بس أنا في نقطة مهمة جدا بخصوص عائشة خيرة الشاطر هي طلبت حاجة بحقيقة ليس لها يا قالت أنها تطلب أن والدها يظهر على الهوائي وبشرة إن السيسي ما ظهرش على الهوائي وبشرة السيسي ظهر وعمل الحوار ومسجل آه مسجل شالوا منه شالوا منه وعحطوا فيه وكملوه ووصلوه وشالوا كلمة هنا وجملة هنا وعبارة هنا وللصموا في النهاية وفي النهاية تطلع الفضيحة اللي كلنا شايفينها دي طيب أتواجه مرة أخرى إلى ضيفي من واشنطن الدكتور خليل العناني الأستاذ العلوم السياسية بجامعة جون هوبكنز دكتور خليل هو قال أنه أمريكا يعني راضية يعني أنا راضي وأبوها راضي وأمريكا راضية وشايف أننا الشخص المناسب الآن لقيادة مصر هل ده حقيقي يعني هل ده يعني يعني ممكن ممكن يعتمد على ذلك بكل ثقة ولا يعني المتغطي بأمريكا عريان زي ما كان مبارك بيقول والله أولا أنا لم أسمع عن موضوع أن هو يا راضي وأبوها راضي وانت بلك بقى يا قاضي كلامنا كلهم ما سمعتوش بصراحة يعني حتى دي اللحظة أمريكا متحفظة في كلامها وفي توجيه نوع من الدعم المباشر للسيسي لأنها تعرف أنه الأوضاع في مصر جاية من خلال أزمة سياسية وفي انتهاكات الحقوق الإنسان المضاهة تجاوز بالنسبة لها لإخوان المسلمين بنتكلم على عمليات قمع المنظم المتظاهرين بنتكلم على قوانين مقيدة للحريات بنتكلم على اعتقالات لنشاطين سياسيين وبالتالي أنا كما تحدثنا في حلقات سابقة وقلنا أن أمريكا لها مصالح استراتيجية في مصر لكن أهم مصالحة بالنسبة لها الاستقرار في مصر وأنا شايف أنه عبد الفتاح السيسي لن يؤتي بالاستقرار بمصر لها سبب كترة جدا الاستقرار في مصر لن يأتي من خلال حل أمني أو حل قمعي فقط مصر تحتاج إلى نوع من الحوار السياسي أنه عادت العلاقات الاجتماعية كما كانت في السابق من خلال مصالحة فعلا على كل مستويات المجتمع وبالتالي الدعم الأمريكي لأستيسي هو مشروط بقدورة على تحق الاستقرار وأنا متأكد أنه عندما تشعر أمريكا بأن استيسي ليس هو الشخص الذي سستطيع لكن أمريكا برضو تشعر تشعر أيضا أمريكا أنه الإخوان غير مناسبين يعني أنه الخطاب اللي تبناها الإخوان في الفترة اللي فاتت ما كانش هو الخطاب اللي أمريكا ممكن تقباله خصوصا فيما تعلق باستقلال الوطني وتنويع مصادر استلاح والغذاء والدواء وأنه ما يسلمش على أي واحد إسرائيلي الرئيس السابق وأنه ما يقابلش أي حد إسرائيلي وما يقولش كلمة إسرائيل ويطلع له شريط فيديو أنه كان بيقول زمان على اليهود أحفاد القردة والخنازير يعني ده برضو خطاب يحتاج إلى تعديل وأمريكا عايزة ده يتعدل وده ما تعدلش كلام كي تشوفيح نازل نفرع بالمستويين في المسألة دي مستوى إيديولوجي ومستوى براجماتي المستوى الإيديولوجي طبعا مع حضرتك يعني كل الحقي في ذلك أنه هناك مخاوف من الخطاب الإيديولوجي والفكر جماعة الإقواء المسلمين سوف يتعلق بإسرائيل وفوما يتعلق بمقف من الحريات ومن الأقليات مستوى براجماتي نتذكر جميعا أنه الضرر اللعب الرئيس مورسي ما بين حماس وبين إسرائيل في وقف إطلاق النار في لو هذا متذكر صحيح في نوفمبر 2011 تم حصل نوع من الموافقة عليه أو نوع من الدعم له إعلاميا وسياسيا وكان فيه نوع من الإطراء من الأمريكي على هذا الموقف وبالتالي أمريكا تتعامل معه عندما تأتي المسألة للمصالح تتعامل بشكل براجماتي واضح وتتجاوز على أو تضغض عن مسألة الخطاب الإيديولوجي أو الخطاب الفكري وبالتالي أنا شايف أن الموضوع يظل في النهاية الأخوة المسلمين لديهم قدر من الشرعية لأنهم جاءوا بانتخابات نزيهة وحرة للسلطة وتم التخلص من خلال الإنقلاب هذه نقطة تمثل بلف الأمريكا الصداع في رأسها والذي تسميه إنقلاب حتى هذه اللحظة شكرا جزيلا لك الدكتور خليل العناني أستاذ العلوم السياسية بجامعة جون هوبكنز قبل أن نوصل الحوار في الجانب الاقتصادي نتابع أيضا ما يراه المصريون من حوار المشير مع وسائل الإعلام نشوف عينة من هذه الأراء ثم نوصل الحوار إذا كان يستطيع أن يكون رئيس جمهورية بل يخرج إلى الناس الشارع والعزب إلى الناس مؤتمرات ولهذا المخطف والمسلسل الغير مقبول حينما يجتمع ببعض الناس في أماكن لا يعلمه أحد هذه عليها أعلامة تصفهام كبيرة وكثيرة إن هو بقول أنا أقدر أقضي على المظاهرات هو لو أقدر يقضي عليها كان أقدر يقضي عليها من بعد 30 ستة لحد الآن تسع شهود أو أكتر من تسع شهود وقفحنا في الشارع وكل يوم بنتظهر كلامك ويسي أول كلامك ويسي أول 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 أديني والله وإن شاء الله الرجل ده حيث يترد عليها إحنا تعبنا هو أن كلمتين ربنا عيحظب عليهم قال لك هذا الشعب عانى كثيرا ولم يجد من لا يحنو عليه لو ما كان شي رجل ده هيحنو على الشعب فعلا ربنا عيحظب